الفيديو ده من اندر الفيديوهات اللي ممكن تشوفها عن تأسيم الوجه واولويات الحياة وطريقة تفكير الشخص يعني ايه يعني في الفيديو ده انا هعرفك ازاي تعرف ازاي اي شخص بيفكر طريقة تفكيره طريقة اتخاذ القرارات طريقة بناء الافكار بتاعه طريقة التعامل مع الناس تمام في الفيديو ده انا هقول لك على كل الحاجات دي عن طريق تقسيم الوجه. ايه تقسيم الوجه دي? تابع الفيديو لحد النهائي. بس الاول لو ما تعرفنيش فانا احمد زاكي. قارق وجهه محلل شخصيات عن طريق اعمل في راسة. فقبل ما نبدأ معلش هستسمحك بس تنزل تحط لايك لان ده دعم الوحيد اللي انت ممكن تقدمه لي الصراحة يعني. انا ببخير عليك بمعلومات انت كمان ما تنخيرش عليها بحاجة اللي يرضى عليك. انزل حط لايك. وتعالا يلا نبدأ. بتحليل. تعالى بسلا للبنت دي كده. احنا اولا التقسيم الوجهة عندنا بتبقى يعني ليها كده شكل طول وعرض يعني ايه? هفهم. مسلا انما ناخد جزء زي الجابها ده كده. طبعا? وجزء بتاع المشاعر. ده تفكير او الجابها بتاعتنا ودي المشاعر او الطموح والجزء اللي تحت ده بتاع الحركة. دي الحركة. تمام? طيب. كل جزء منهم بياخد طول وعرض. يعني ايه? مسلا هنفطوط ان رجابها دي مسيطرة في الوجه عرضا. تمام? ومسيطرة طولا. لها تحليل. طيب. قصيرة. وعريضة. لها تحليل. بتتقسم اصلا لكزا جزء. لها تحليل تاني خالص. فتعالوا بقى ناخد مسلا الجابها. الوقتي هنتكلم في الجابها تمام? هاتل الراجل لكده. اول حاجة الجزء اللي هو ببقى هنا كده. ده. ده الجزء رقم واحد. ده رقم واحد. الجزء رقم اتنين اللي هو ده. ده رقم اتنين. والجزء اللي هو ده رقم تلاتة. معناهم ايه? تعالى ناخدهم واحدة واحدة. الجزء اللي هنا ده لما يكون عريض جدا كده معناها الشخص ده عنده الحدس عالي والتوقع عالي. ايه ده? دي منطقة الحدس. يعني ايه مرضو منطقة الحدس. هي يعني منطقة التفكير الداخلي. التفكير اللي هي اراضي اللي بيحس بيه الشخص اصلا. بيبقى في المنطقة دي. فهنفترض ان فيه جزء ده بارس لقدام يعني طالع لبرا يا فيه عظم هنا في المنطقة دي كده مسلا. الشخص ده بيكون عنده حدس. توقع. التوقع عالي. مع اصلا العرض. فبيبقى عنده الحيلة اعلى. التوقع اعلى. تمام كده? بيعرف توقع كويس. الحدس بتاعه كويس. حاجة زي الحسة السلسة كده. ولكن مش دي انا بتكلم عليه. الحسة السلسة هنجيبها كمان شوية. الجزء ده بقى. منطقة الزاكرة. منطقة الزاكرة. كل ما كانت اعرض كل ما كانت الشخص عنده زاكرة اقوى. كل ما كانت اديأ كل ما كانت الشخص عنده زاكرة اضعف. ليه? لان لما تليه مسلا مسل الشعر هنا كده كده. هنا كده. الشخص ده عنده زكريات كبيرة جدا من الطفولة لسه فاكر لحد دلوقتي. تمام? يعني ده اهل يعني خده روس جامدة من ابيه وامه فاكرها لحد دلوقتي. فهو اصلا يعني عنده الطفولة مأثر لسه في حياته لحد دلوقتي. فانت اصلا الزاكرة بتاعتك هتاخد ايه ولا ايه? هو انت زاكرة البناء ادم كبيرة جدا طبعا متعرفش تعدها اصلا او تحسبها ولكن في ناس عندهم الزاكرة يعني فاكر حاجات كتيرة قوي ما لهاش لازمة من زمان. تمام كده? الناس دي بتكون كده. طيب. لو فاضية بالمنظر ده. لا ده الزاكرة عنده قوي جدا. عنده قدرة عالية جدا على انه يستعيد زاكرة آآ القديمة او جديدة. يعرف يستعيد الزاكرة دي. مع لو الحتة دي فاضية شوية. الحتة دي ما تكون فاضية ودخل الجوة كده. يعني ده الشخص ده زي ما تقول كده عنده آآ وخصوصا لو دي بارزة يعني الجزء ده كمان لو بارز. وده بارز. يعني الحتة دول بارزين ودي دخل جوة. الشخص ده بيكون عبكري. لان هو عنده قدرة على استعادة الافكار. استعادة الزاكرة. المؤقتة والجديدة والقديمة وكل ده وربطهم ببعض. فيبدأ يفكر بشكل افضل. الشخص ده بيكون عبكري. طيب قام كده. فدي حتة الزاكرة باختصار. تعال بقى نخش على منطقة التفكير الخارجي والمقارنات والعمليات العقلية. ايه ده ايه ده ايه الكلام الكبير ده. ثانية واحدة بقى. لما يكون المنطقة دي كبيرة كده بالمنظر ده. الشخص ده بيكون عنده قدرة عالية جدا 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 على التركيز. يعني ايه? يعرف يركز لفترات طويلة. يعرف اشتغل اعمال مكتبية. يعرف يحضر لاشياء هو مقدم عليها. بمعنى ايه? انا مسلا عندي الجاب هدي عندي جزء عريض هنا في المنطقة دي كده. تمام? فتلاقييني مسلا انا كنت بدي محاضرة مبارح. فقمت راح جايبكش كل كده وحضرت كل حاجة انا هقولها اصلا في المحاضرة دي. عشان ما اجيش في في المحاضرة. انا مش عارف اتعامل. تفاهم الفكرة. الشخص ده بيكون عنده التركيز عالي. ما يحبش حاجة شتته. حاجة لخبطه. فتلاقيه بيجهز للموعيد بتاعته. بيجهز للافكار بتاعته اصلا بيفكر هيقول ايه مسبقا لاحداث اصلا ممكن يكونش حصلت. الشخص ده عنده الحتة دي. فتعالى مسلا ناخد ده اللي جابها دي بالزات. هو عنده تقريبا التلاتة زي بعض. تمام? فهو بيستخدمهم كله. الشخص ده انا ادوله علي عبكري. حرفيا دي جابهة شخص عبكري. عنده حدث زكاء اه ابداع عالي الجزء لما يكون كبير كده بيبقى عنده ابداع عالي. قدرة على توليد الافكار عالية جدا. الجابها لما تكون كبيرة اصلا بالمنزر ده الشخص ده بيكون تحليلي. هقول لك دي معناها ايه بقى? ثانية واحدة كده. جابها دي طويلة. كبير من هنا. الشخص ده بيكون يعني زي ما تقول كده تحليلي. يعني ايه تحليلي? بيحلل كل حاجة. اي حاجة ما لهاش لازمة لها لازمة بيحل. الشخص ده داخل في مشروع تلاقيه بيفكر. هخسر كام وهكسب كام? بيحسبها زي ما تقول كده بالورقة والألم. بيحسبها بالورقة والألم. شخص متأني لابعد الحدود. يعني ده? يعني ده الشخص ده تقدر تقول ان هو يعني صعب جدا ان هو يخسر في حاجة داخل فيها مشروع او حاجة زي كده. ليه? لان هو بيكون حسبها صح. طبعا ده تخفيق من ربنا ولكن يعني كل مجتهد النصيب ده بتلاقيه بيجتهد. بيجتهد في الحتة دي بالذات ان هو ما يخسرش ان هو يكون عامل كل حاجة بالطريقة المزبوطة. طبعا بيختار بقية الملامح اللي تحت هو هيتنصب عليه اصلا ده ده موضوع تاني. فالفكرة ان التحليل فعل جابها دي. بيخلي الشخص ده يعني زي ما تقول كده. آآ بينجح. ولكن للأسف هو بينجح متأخر شوية. ليه? لان هو متأني. ممكن يكون عاوز يعني يعمل آآ مشروع يعمل فكرة جديدة حاجة جديدة تلاقيه متأني شوية مستني آآ استنى ما عايزين فلوس كويس داخل كويس راس مال كويس عايزين عمال عايزين مش عارف ايه? لا. مش هينفع. لازم يكون عندي الحاجات دي كلها. عنده تفكير زي ما تقول كده ايه? آآ في الامور الحياتية بتاعته. الشخص ده يعني تيجي تتكلمه كده تلاقيه المناقشات بتاعته. حادة جدا. عنده افكار بقى وعاوز يقاطل اصلا من اجل ان هو يزبط الافكار دي. دي جابها دي الوحيدة هسيبها اكمدان المشاكسة ماناش دعو بيها. الجابها دي الوحيدة كده شخص آآ بيحب المناظرات العلمية. الشخص ده غالبا بيقرأ كتب كتير ومثقف تفاهم الفكرة. انا بتكلم عن الجابها الكبيرة طبعا. والاجزاء التالات والعريضة بالمناظر ده. ده زكي جدا يقدر يقنعك باي الشيء. يقدر انا قلت لك بص بص. ما يكون الجابها طويلة كده. وعريضة من الحيطة دي بالذات. فهو بيعافي هيجهز كويس. والتحليل بتاعه. بيحلل كل كلمة هو بيقولها اصلا او كل افكاره مرتبة يعني معناها الدقيق انه هو بيعافي يرتب افكاره. رتب افكاره. وفي نفس الوقت التركيز عالي انه هو يجهز اصلا انه هو هيقولها لك ازاي? لا ده يقدر يقنعك باي شيء. هو ده اصلا وجه مسلس فطبعا انتم فهمتوا الفكرة. تمام كده? طيب. طيب البروز اللي بيبقى هنا ده بقى. ليه بنقول عليه حدس عالي? لان دي منطقة المقارنات العمل العلمية او المقارنات الزهنية يعني ايه? يعني اي مقارنة زهنية في الدماغ عمليات حسابية عمليات مش عارف ايه بتقى في منطقة دي. منطقة دي كده. لان المنطقة دي بقيت عاملة كده. كده مسلا. الشخص ده يعني زي ما تقول كده غالبا هيبقى فاشل في الرياضة. فاشل في اي حاجة محتاجة عمليات حسابية طويلة جدا. لان هو ما عندوش القزة على التركيز لفترات طويلة. فتلاقيه ما يعرفش مسلا يشتغل على كمبيوتر يشتغل على حاجة محتاجة يعني اه مجهود زهني في الطويل المدى. لأ يعني الجابة اللي بتبقى عاملة كده دي. لها جابة المعين النقصد وجابة المخروطي. بتلاقي ان هو يعني بيزهق بسرعة. يعني عم ننجز خلانا نخلص. انا انا هفضل قاعد شغل انا على الماكد هبديك الفترات طويلة لا يا عم خلانا ننجز. ده بجلط كده ما يعرفش يعود واحده. ما يعرفش يعود من غير ما يعني. انما ده لا يا باشا. ده اعود وافكر وطلع حلول وقارن ما بين الحل واحد والحل اتنين والحل تلاتة. ده عنده قدرة انه يطلع اصلا الحلول. ويعود يقارن ما بينهم. بسبب الحتة دي. طيب الحدس ده بقى البارس ده بقى. بنقول عليها حدس لان هو عنده قدرة انه لو ما بيشوف الحاجة مرتين او بيشوف الحاجة اكتر من مرة او بيتكرر عليه موقف مرة اتنين تلاتة بيحفظه. فهو فيما بعد لما بيتكرر عليه موقف هو كان حافزه قبل كده او عارفه قبل كده السرعة عنده بتبقى اسرع من الجابهة اللي بتقبل منظر دي كده. تخيل? يعني حاجة زي الثقة المكتسرة برضو كده ولكن ده تفكير بقى مكتسك. شخص متأني بطريقة يعني حميدة. هو المفوض انها حميدة تمام? ولكن للاسف هو ليه عيوب? ايه العيوب بقى بتاعت الجابهة الغريبة دي? ان هو زي ما تقول كده يعني بطيء زي الصلحفة بالزبط. يعني ايه? يعني بخصوم لو الجزء ده برس كمان يعني. تمام? ده معناه ان الشخص ده اه يعني ده في مشكلة حصلت او حاجة زي كده. اول حاجة للشخص ده. بتلاقيه هادي جدا. مش مفاعل مش اه متعصب مش اه شايف الدنيا بتتقلب قدامه. لا تلاقيه هادي خالص عقلاني جدا. تلاقيه الواحد جده وقاعد يفكر بقى. ها طلعت لنا حلول يا ابني? اه بفكر لسه. هو تلاقيه طلع حلول فعلا. ايجاب هادي العريبة دي بتعرف تطلع حلول. ولكن عشان اعطى اكهارم بقى بين الحلول دي وايه اللي ينفع ولا ما ينفعش وايه هيحصل ولا ما يحصلش? غالبا ممكن الدنيا يولعد. فهم انت الفكرة? فده مسلا ما ينفعش يشتغل في شهر لانا محتاجة يعني اه سرعة. سرعة في التفكير. سرعة في اتخاذ الكهارات. لان يعني اه هيقعد يفكر. طب انجز يا ابني في قدامنا زبون عايزين نمشيه فيه مش عارف ايه. ليه قاعد لوحده كده? سرحان ده بيسرح. طب هام ده هتلاقيه بيسرح كده مع خياله. وهنعمل ايه? وايه المفروض يتعمل? طب ما كانش مفروض نعمل كده. وتلاقيه فجأة وانت بتكلمه اصلا. دخل معك في موضوع تاني خالص على فكرة. امبارح اه واحنا بنعمل مش عارف ايه. ما كانش مفروض تعمل كزا عشان يهبني احنا دلوقتي في حاجة تانية. تركيزه يعني ساعة ما بيخش في فكرة بيفضل مركز فيها لحد ما ما يجيب اخرها. تمام كده? دي عيوبه ان هو بطيء جدا. بطيء زي يعني ممل. الشخص ده ممل في التفكير. ممل اصلا في الحياة العاطفية. الشخص ده غالبا بيكون يعني ما بيعرفش اتعامل مع الجنس الاخر اصلا. تمام? ثانية واحدة بقى. والتعوض عليه. اه. انما الجابهة التانية دي. الشخص ده يعرف يتعامل مع الناس اكتر. ده يعرف في تعامل اللي هو الجابهة دي. يعرف في تعامل مع اه ورق. اه حسوب. اه شغلانة محتاجة تفكير طويل. شغلانة محتاجة دراسة. حاجات زي دي. انما ده اللي هو الجابهة دي. انا بتكلم عليها دي. دي ممكن يشتغل في شغلانة عامة. يشتغل اه تاجر مسلا. يشتغل في حاجة من هذا القبيل. بحيس ان هو يعرف يتعامل وفي نفس الوقت ما ما يتجلطش. انه ده بتجلط. الشخص اللي هو ده بتجلط. بيحس كده اللي قدامه. انت بطيلة يا ابن انجز يا ابن. اتفاهم الفكرة يعني. خلصني عايز انجز. عايز اللي هو اشوف اللي وراي. يعني الشخص ده بتلاقي فقط كده. وخصوصا بقى لو الجابهة دي عالية كده. يعني تحليل. وفي نفس الوقت كده. يعني عارف ده ايه? لها تلاقي بيبالغ في الامور بقى يعني. عايز يخلص التفكير بسرعة بتاعه وتلاقي بيبالغ. ويدي احكام غلط اصلا لحاجة عشان هو مش بيركز. فدي بتلاقي المشكلة. وغالبا بتلاقي في الوجه المخروطي على فكرة. فهو بيحاول ويدعم ويدعم وجهة نظر وبتلاقيه. هو اصلا غالبا مش فاهم. هو بيقول ايه? او انت اللي مش فاهمه. او دي فيه حاجة غلط في الموضوع. بسبب طبعا الجابهة دي. معلش بص هو انا اتعمقت شوية. الكلام ده اصلا بيتقال في الكورسات. فاستحملني. وده هيبقى الجزء الاول ان شاء الله في تحليل الوجه عن طريق التأسيم. تمام? بص يعني انا مزبطة قوي. امزل بقى حط اللايك وفعل زر الجهاز عشان يوصلك جديد من اول برد. يلا. سلام.